حلقة اليوم عن خمس استوديوات لتطوير الألعاب قفلها الناشر اللي يملكها أحياناً لأنهم جابوا العيد وأحياناً لأسباب مجهولة كثيرين ما يعرفونها إلى اليوم وكان يقفالها صدمة أول مطور معانا اليوم هو استوديو لايون هيد ستوديوز اللي كان تابع لشركة مايكروسوفت الاستوديو المشهور بلعبة الار بي جي تحديداً فيبل اللي كانت حصرية لأجهزة الأكس بوكس اللعبة كان لها ثلاث أجزاء رئيسية وحققت نجاح وشهرة كبيرة في وقتها وكونت قاعدة جماهرية والكل كان ينتظر الجزء الرابع لجهاز أكس بوكس ون لكن تم الإعلان عن فيبل ليجنز وهي لعبة أونلاين مختلفة تماماً عن اللي كان يتوقعها اللاعبين وخلال أربع سنوات من تطوير اللعبة والتأجيلات وتجارب اللاعبين لها اكتشفوا أنها ما كانت قد الطموح وبعد كل هذه المدة أعلنت مايكروسوفت بشكل رسمي خبرين كانوا صدمة للاستوديو قبل جمهور اللعبة والثاني إغلاق الاستوديو وبحسب اعتراف بعض المطولين السابقين في الاستوديو أن ما كان في أحد يطور هذه اللعبة كانوا يطورون جزء رابع من سلسلة فيبل الكلاسيكية لكن مايكروسوفت كانت تسعة أنها تبني فكرة الألعاب كخدمة لو أنها تركت الاستوديو يشتغل بحالة يمكن كاشفنا فيبل الجزء الرابع وبكذا تم إغلاق الاستوديو بشكل رسمي في العام 2016 ثاني استوديو معنا هو كلافر استوديو أحد استوديوات كاب كوم وتم تأسيد سعام 2004 كان يضم ثلاثة من أفضل المطورين في الصناعة وهم هيديكي كاميا وشنجي ميكامي وأتسوشي إينابة الاستوديو هذا طلع لنا التحف فنية في فترة قصيرة مثل لعبة فيتيفل جو ومثل أيضا أوكامي لكن للأسف جودتها ما كانت كافية أن تخلي الاستوديو يكمل وما يتقفل الألعاب ما باعت بشكل كافي لكن للأسف جودة هذه الألعاب ما شفعت لها أنها تخلي الاستوديو يكمل في كاب كوم الألعاب ما باعت بشكل كافي وكاب كوم ما كانت متقبلة للأفكار الجديدة وفي مطورين كثير طلعوا من الاستوديو أسباب كثيرة أدت إلى أن كاب كوم اتخذت القرار النهائي وقفلت هذا الاستوديو إلى الأبد في العام 2007 ثالث استوديو معنا اليوم هو بزار كرياشنز تأسس عام 1988 واشتهر بألعاب السيارات منها متروبوليس ستريت ريسر وبروجكت كوثم ريسنج واللعبة الأركيدية جيومتري وارس وغير هالكثير في 2007 تم الاستحواذ على الاستوديو من قبل شركة اكتفجن وآخر اللعبتين همبلور وجيمس بون 007 بلودستون وما حققوا نجاح كبير بحسب شركة اكتفجن أن الاستوديو فقد إبداعه وسحره وما صار مثل أول لكن أحد الإداريين في الاستوديو ذكر أن الاستوديو بعد الاستحواذ ما صار عنده أي تحكم بأي لعبة وصار بس يطور لعبة عشان يملي فراغ في جدول السنة وأن شركة اكتفجن تدخل في كل شي من شغلة ولهذا السبب تم اغلاق الاستوديو في العام 2011 الاستوديو الرابع هو باناديمك ستوديوز تأسس عام 1998 وأحد الاستوديوات اللي قدمت ألعاب ممتازة وجيدة في السابق مثل سار وورز باتل فرونت 2 ومرشينريز بلاي جراوند أوف دستركشن وغيرها في عام 2008 أعلنت شركة اي اي انها استحوذت على الاستوديو لكن فجأة وفي بداية عام 2009 تم اغلاق مكتب الاستوديو وفي نهاية نفس السنة تم إقالة 228 موظف من الاستوديو والإعلان بشكل رسمي اغلاق الاستوديو للأبد كثير من المطورين راحوا اشتغلوا في استوديوات معروفة مثل 343 اندستري عشان يطورون لعبة هيلو الجديدة مع مايكروسوفت والبعض راح انفينيتي وورد وترايارك عشان يطورون اجزاء كولوف دوتي الجديدة ولو كانوا موجودين ممكن هم اللي يطوروا الريبوت لسلسلة ستار وورز باتل فرونت اللي لو نسأل شركة دايس راح يقولون ان استوديو باناديمك نفذ بجلده في الوقت المناسب وما طورها بعد كل الكلام اللي سمعنا عنها وللان ما حد يعرف ايش هو السبب الرئيسي لاغلاق الاستوديو لكن الاكيد ان اي اي كان همها الاول لفلوس اخر استوديو هو فيسرال جيمز تأسس عام 1998 من قبل شركة اي اي الاستوديو طور العاب كثيرة لكنه تميز بلعبة الرعب ديد سبيس الاستوديو بدأت مشاكله بعد الفشل التجاري للجزء الثالث من لعبة ديد سبيس اللعبة كانت جيدة من ناحية التقييم لكن الجمهور ما تقبلها بسبب التغيير في اللعبة بحسب كلام المطورين ان شركة اي اي ما كانت مقتنعة بتوجه اللعبة انها تكون رعب بحت وتبيها تكون موجهة الجمهور اكثر واوسع وبناء على ذلك اجبروا المطورين انهم يخلون اللعبة سريعة واكشنية بعد فشل الجزء الثالث قررت اي اي تعطي مهمة تطوير لعبة باتل فيلد هارد لاين الى هذا الاستوديو نوع من الالعاب ما عنده اي خبرة في تطويره ولا اي اهتمام وهنا كانت الشرارة الثانية بالفشل حتى تم الاعلان عن تطوير لعبة ستار وورس من كتابة امي هينينك المعروفة من سلسلة انشارتد لكن المشروع ما اكتمل وقررت اي اي انها تقفل الاستوديو في عام 2017 المشروع كان ضخم ومهمة صعبة على الاستوديو خصوصا ان المحرك هو فورست بايت المصمم اساسا لالعاب المنظور الاول وما فيه دعم كافي من اي اي كل هذا ادى الى ان الاستوديو يقفل واحد المطورين قال ان التنفيذيين في شركة اي اي كأنهم يقولون لهم ان فيفا التمت تيم تطلع مليار بالسنة تقدرون تسوون انتوا نفس الشيء مع الالعاب الثانية اذا هذه كانت حلقتنا الخمس اشياء اليوم وكان فيها قصص عن استوديوات قفلت كثير ناس كانوا يحبون العابها لكن هذه هي ظروف الحياة وكذا البزنس يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة